اهم حاجة ويمكن هي نصيحة متكررة انا قلتلك قبل كده عن الجهولات اللي بيكون فيها مطشاط في اوروبا استنى على تغييراتك لحد ما اخلص مطشاط دوري الابطال والدوري الاوروبي ودوري المؤتمر مش بس عشان في اصابات المراضي لأ عشان في حاجات تانية كمان هتترتب على المطشاط دي يعني مسلا تشيلسي لو خرج من دوري ابطال اوروبا فبالتالي منطقي تبدأ تبص على العيد ولو مش الجهولي تلاتة تلاتين حتى لانه هيلعب قدام ارسنن ولكن بعد كده هتحط في حساباتك فريق زي فريق لو خرج من دوري المؤتمر الاوروبي فخلاص مش هيبقى عنده اي حاجة يلعب عليه لنهاية الموسم غير الدوري وبالتالي تبدأ تفكر اكتر واكتر في لعبته اللي قبل انت خاف انها يحصل لها ممكن يبقى الموضوع اقل بزات في خط الدفاع اللي هو فيه عناصر كتيرة وطبعا قدام ما بين ايهاناتشو وما بين باتسوندكا فاستنى لحد اخر وقت لحد ما تقدر تعرف الاجواء ماشي ازاي لان كمان الجولة تلاتة تلاتين في فرق اللي هي هتلعب في نص نهاء الكاس ومنشيستر سيتي وكريستر بلس هيلعبوا في الكاس قبل ما هيلعبوا في الدوري فليه حاجة كمان تزاود الريزك اصلا بتاع الاصابات والحاجات دي فما تعملش اصلا تغيير بدري عشان ما تلاقيش نفسك لبست لانه احنا دخلين الجولة وفي خطر ان في فرق هتلعب ما بعد الديدلاين في الطولة غير الدوري ممكن يحصل فيها اصابات فما تلعبش في موتش الدوري اللي انت مستنيها فيه طيب لو خرج من دور المؤتمر ده هيفيدنا في ايه هيفيدك مسلا ان في لعب زي كستاني انا الاول كنا بنتكلم من جولتين وتلاتة على ان اللعب الوحيد اللي مضمون في خط الدفاع هوش مايكل لان هو الحارس دايما موجود بيعمل سيفز ايه صد بيلن زي ما حصل الاسبوع اللي فات لكن خروج من دور المؤتمر الاوروبي هيفتح ساكك تاني هيفتح ساكك تلعب مسلا زي تيموي كستاني كستاني هو باك بيظهر دايما بشكل كويس سواء على يمين او على الشمال بيشوت كويس وفراته كويسة تقدر تاخد منه وليه لأ والسنة اللي فاتت زي دلوقتي كمان متى من كستاني في موتش كان طاير خد له طلات اربعة موتشات بيجيب سكرات كويسة جدا ونستفادت منه بشكل كبير فدي حاجة من الحاجات اللي هتخليها في بالك مسلا حتى زي هيرفي اللي قدعد على الدكة الاسبوع اللي فات مش هتلاقيها على الدكة بعد كده الا في حلات معينة الصراع ما بين باتسون داكا وما بين اياناتشو مستمر زي ما هو واحد لعب ماتش والتاني لعب ماتش اللي وراه فدي قصة تانية اعتقد انها هتستمر حتى لو حصل وخرج من دور المؤتمر الاوروبي بهم عنصرين بيجيبوا نقط او الناس بصالهم ريس جيمس وكاهافت ساوعا روديجير وهو الخيار المضموزة ما كانت عنه الاسبوع اللي فات ولكن اللي اتنين دول ما زالوا خطر على اليوم موجود شوفنا ريس جيمس نزل قعد على الدكة وبعد كده نزل في اخر ربعة او تلت ساعة هفرت لعب شوت واحد وخرج ودي لعيبة مؤسرة جدا في تشيلسي فدي لعيبة تعمل مشكلة لو غابت وانت بتبقى محتاجها في فريقك فدي حاجات لو تشيلسي خرج من دوري للابطال هيبقى عنده ماتش الكاس اللي جاي وبعد جاي في النهاية بفضل ماتشاط الدوري الاخر الموسم ومعها بس ماتش نهاية الكاس لو احصل وعدك ريست البرس وصل دمي احنا دلوقتي في نهاية الموسم الجاولة الجاولة جاولة تلاتة وتلاتين فضل ست جاولات في الموسم في حاجتين مهمين قوي تحطن في بالك في الفترة دي الحاجة الولانية ما تعانيتش يعني فيه لعيف فورمة كويسة ما تعانيتش لانه ما فيش وقت للتعويض لو انت خلاص بتبص على مركز معين او بتنفس في ميليج معينة او اي شيء من الكلام ده ما تعانيتش نتيجة على بماغك هتلاقي نفسك بتعيط ما بعد كل جاولة مستني ان اللاعب اللي انت وانا وصاحبك وجارك والشقة كلها والعمارة والقهوة عارفين ان هو لعيف فورمة انت مش عايز تروح تجيبه ومستني ان اللاعب الفورمة ده ما عملش حاجة فهيعمل حاجة فهتلاقي نفسك بتتفاجئ وعلى كابة تعيط وعلى جاب ترجع تروب نفسك ان انت ما اشتريتوش مفيش بقى وقت الفترة دي ان احنا نعوض كل الهارية ده يا صاحبا هيئة اللاعب اللي انت شايف ان هو فورمة متعاندهاش كمل معاهم مفاضل في الموسم كله على بعضه ست جاولان فمتعاندش عشان هي مش مستهلة والحاجة التانية ان احنا برضو في نهايات الموسم خد نفسك كده وببسط لو شايف ان في حاجة رزق طب انا خايف طب مش عارف ايه اعملها جات المرة دي ماشي ما جاتش خلاص احنا في نهايات البوش طبعنا كلام ده لانطبق على الناس اللي هي بتنفس على فرق خمس وعشر نقط مع مين اللي بينافس على اول عشر تلاف في العالم الحاجات دي دي حاجة مختلفة لكن لو انت مركزك بعيد او لو انت خلاص حسامت ليج لصالحك او بعدت عن ليج مع صحابك ببسط يعني اعمل الحاجة اللي تبسطتك جرف رزق وحاجات كتير جدا جدا بتيجي الفترة دي وبتمشي بشكل مش طبيعي يعني مش هقولك بقى الحاجات قديمة سنة اللي فاتت بيبي في اخر جولته امه ارسنل اجويرو في اخر جولة لما نزم من عدكة اللي عاملو اياناتشو في اخر كام جولة كستاني اللي كنا لسه بنتكلم عنه من شوية دي الامثال اللي جاية على بالي في اخر جيم جولة السنة اللي فاتت الجولة حتى دي الناس اللي اراح جابت ما تيكاش في الجولة التمانية وعشرين التسعة وعشرين بتاعت والد كارد عمل ايه الناس اللي رانت على لعيبة زي ماني وزي زاهة وزي في جورست في الجال ستة وعشرين الحاجات دي اوقات هي بتبقى نشوة الفرحة بتاعت اللعبة بعيدة عن ان انت تكون بتنافس على اول خمس تلاف ولا اول مية ولا تاخد من ريج من صحابك الحاجات دي اللحظات دي اللحظات نشوة لطيفة جدا والله في اللاعبات مش كل الضبل مغرب انا عارف ان هو اغراء كبير لعب عنده مية وتمانين ديئة العب ممكن نجي في يوم مقطتين عادي في مية وتمانين ديئة كلهم او كي يجيب تلاتة ممكن ما عملش حاجة ممكن لعيب سنجل جيم وينك يجيب على منه ويعني هنا مليون مثال الموسم ده والموسم ده كله كان ضبلات وضبلات كتير من انا كانت خوزي وفي جورست ودينيس اللي اضطرد وكينج وكالفلت لويني ده ضع ضرب الجزاء بص وخيم بس مش كلهم يستهلوا ان ان انت تروح تلاقي عليهم معتك او ان انت تقعد عشان هم لعيبة تقيلة على الدكة ارنولد كنسلو صلاح فامثلة كتيرة قبل كده